السلام ومرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة بالي ماسك انك نتعودتوا في كل يوم عنا اخبار واحداث جديد ومتنوعة وموضوع اليوم نحكيه فيه على مرض او اصابة على ايشابي بفيروس الكورونا كما تعرفوا على ايشابي قال اللي هو بعمل تحليل الكوفيد وقاعد ينتظر في نتيجة التحليل شنو بالضبط بعمل هوني على في الباج الرسمي يمتعه على الفيسبوك قال اللي هو مريض قدر الله ومشاء فعال تحليل ايجابي كوفيد 19 قلنا لكلنا ربيش فيه كيف كيف سرح في مواقع تواصل اجتماعي على الفيسبوك كيف كيف قانتة التاسعة قالوا انه علي مصاب بفيروس الكورونا وانه بش نعوضوه بزميلته هذي صحفية وحتى هي كيف كيف قالت معنتها نتمنى انه علي يرجع بخير ويحاود يرجع لخدمته وان شاء الله هنعجبكم وان شاء الله هنكون اعلامية نجحة هذي نيرا جورناليست معنتها حطو هارون بلاسانت هذي كبي دياماتها برشا قالوا لي راهي كذبة وعلي يلبس عليه مهوش مريض لكن قانتة تاسعة ترددتو هوني مواقع زادة على تواصل الاجتماعي وكيف كيف القانويت على اليوتيوب قالوا انه علي حالته تعبت برشا ونقلوه لمساحات خاصة لتلقي العلاج كما قاعدين تراو علي الشابي باحد المساحات نتمنى لك الصحة والعافية تم البرحة ايواء المنشط علي الشابي باحد المساحات نتمنى لك الشفاء العاجل في هذي اللحظات الحريجة لكن للأسف الجديد انه علي الشابي اطلاعها كذبة علينا للمرة الثانية بخصوص المرضى متاعه وعنده محق اللي ما صدقوش وقالوا راهي كذبة وتمثيلية كيف المرضى الاولى بالضبط هوني عليه تشد بالكمشة انه عليه قاعد يقدم في برنامج سرق في بير تويكا عنده نهار كما تراو قدمه البارح في الليل وعنده كيف كيف ترواجوره هو عنده اربع ايام اللي صرح اللي هو مريض بفيروس الكورونا ومخصيب يكون في الحجر الصحي يعالج اوبيان في الكلينيك كما قالوا اللي هو تعب وقاعدين يروجه في الحكاية هذه لكن علي الشابي طلع يخدم على روحه في موزاييك في برنامج سرق في بير قاعد يقدم في دي جاي اذا كان جاي مريض بالمنجد راهو كما قلت لكم في الحجر اوي هالج مش بشي رسكي بجماعة كله ولا بشي قبلوه هو مريض اي انه على سليم لبس عليه ما عنده حتى مرض عضوي ومعنته حكيت انه قناة التاسعة تخلي تعليه وترددته اسحيحة كان ينجم يخرج ما غير ما يعلق حتى تعليه وما غير ما يبرر حتى تبرير او يقولنا اللي هو استقال اوبيا قناة التاسعة ترددته او سرنيت عليه ما غير ما يكذب علينا المرة الثانية ويعاود يفقد مصدقيته زي ده وهي عيبة كبير هاكا حتى ليكم منتاغة واحدة قتلوا قالوا مريض بالكورونا اقولوا الحمد لله على سلامتك وربي شفيك المهم الحمد لله على سلامتك وصحتك بخير كيف كيف هذي قتل ورجع يقدم في برنامج سرك في بير البرح والنهار اللي قبلوه وقعد يخدم ديجاه في موزاييك وقدامكم ثبته بربي في دات النهار والشهر هذي البرح ما هوش مريض وما هوش في كلينيك نورمان ما وكيما تعرفوا انه برنامج سرك في بير يجي مباشر وما هوش مسجل ما عاد فاهمين حتى حاجة عليه الكذب هذي الكل عليه التفويل الروح وكل مرة بمرة ظلطف يا رب مرة هاو سرطان مرة هاو كوفيد لحول اللي قوت اللي بالله ما وطارت من القناة قرني اطاردت بسبب المشكل انتي وخوك ما تقول الجملة واحدة وخرج ما غادي لغادي مفهم حتى انسان طلب منك تبرير عليه الكذب هكا وتعاود زي تفقد مصدقية الناس اللي ما زلت تحبك شوية على قليلة لحول الله وكهو هذا الدليل لصون بوصون وعلى لبس عليه ما عندوش كوفيدو يختم في الموزيق ومن قطعش حتى نهار وطن خليلكم الرابط متاع الفيديو متاع اليامات اللي اختم فيهم وهو انبخانسيب مريف انتراه ولبس عليه